إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس ولا تنسوا دعم المقطع بلايك شكرا لكم جزيلا شكرا لا وهو ترموستات هادو كما كتشوفو اخواني عدنا مجموعة ديال الانواع ديال الترموستات هادو نشوفو اليوما شنوما الاعطاب اللي تقيسوا الترموستات فين كتكون الترموستات وكيفاش ممكن لنا نعبروها ونشوفو واش ما زال اخدامه ولا ضعت خليكم معايا اذا اخواني هاد المجموعة عدنا ديال الترموستات هما كيكونوا على هاد الشكل هادا وكين هاد النوع هادا فين كيتواجدو الترموستات كان وجدوهم في الفرن الكهربائي على سبيل المثال في الميكرواند في المصلوح يعني في بزاف ديال الأمور في مكوات الملابيس في بزاف ديال الأجهزة الاعطاب اللي تقيسوا هاد الترموستات هو انها اما كتبلوكة كتولي مدووزينيشن كتدووز في خطرة كيكونوا في غيجوش خيوط وهي كتخدم عندها علاقة بدرجة الحرارة يعني ترقلوا هنا هنا كترقل في هذا كترقل درجة الحرارة ترقلوا درجة الحرارة اللي بغينا هنا سواء كان في ميكوات الملابيس او لفرن كهربائي ترقلوا سواء في مئة درجة مئوية او لمئة وخمسين درجة مئوية او لمئتين او لتلتنين يعني على حسب الاحتياج ديالنا للاسيه لك الأعطاب اللي تقيسوا ترموستات ترموستات تكون عندها ان كليكر شنو هو الكليكر هو هناخدوا هادي اخواني اللي راهم زيانة اسموناها لاحظوا بان هذا الكليكر كيتحرك وكيكون عندها جوجد لبين ربطة من هنا وكيتربط من هنا هادي راها في حالة جيدة مازالة مزيان الأعطاب اللي كيكون اخواني هو انه يعني تيمشي لهم واحد بلاستيكة بحال هادي هادي كيتمشي بحال كيتكون هنا بذل ما كان هذا بالضبط نحاول انني نبيه لكم اخواني كيتكون هنا باش كنسمعوا الكليك ومع القوة الاستعمال تدوب هادي الى خضاعات لوحة الطغط اللي هو كبير تدوب وتيمشي هاد الليلام هادوس هادا رويصة ديال الليلام تيمشي لها لاحظوا هادي بحال دبها هادي راها ضيعة اخواني وكذلك هادي هو رغم اننا تندورو هاكا مكتعطينا محتاجي حاجة لان الكليك هادا هاد بلاستيكة اللي كانت هنا مش هاس اخواني وتاه هادو هنا بحال الى خضعو شوية الحرارة يعني بحال الى تتحركوا هادا رويصة هادو طريقة باش كان عبروها اخواني نستعملو دائما الميتريكس يعني في لوموت كونتينويته مش كنلاقيوا هادو كتسمع الصونوريزازيون نحاول ان نقرر بكم ساد ميتريكس بشوفوها اخواني نجيبولا الصوند الولا ستركب هنا ولا الصوند الثانية ستركب هنا لاحظوا معايا اخواني بان هادي هايا قطع يعني ان هادتر مستعملو خدامش بينما غدا نجربوا اخواني بهادي اللي هي مزيانة راحضوا تبا هي مدوزة اخواني هنا هايا قطعت يعني هادا وهو منسبة الاصلاح ديالهم نادرا فين كالتصلح لان غالبا غيكا تقاس كيخسنان شون جوا اخواني الاتمينة ديالها راه موجودة يعني في محلات ديال بابيع قطاع الغيار ديال الاجهزة اه الكهربائية نتمنى الاخوان ان هاد الحصة تكون مفيدة قدرنا فيها على نبدأ على الثر مستعمل المكوينة ديالها وشنو ما الاعطاب اللي هي قيسوها وكيفاش يمكن لنا نعبروها بجهاز اه القياس الميتمتر نتمنى اخواني ان هاد شي كنا الاعجاب ديركم وتكونوا استمتوا معايا في الحصة اذا عجبكم الفيديو اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم دائما الجديد بارتجيب الفيديو مع الاصدقاء والاحباب باش تعمل الفائدة شكرا اخواني على التاسب وادية لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته